اكد سعدة السيد علي العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مكانة مملكة البحرين الكبيرة بكونها دولة صديقة للجميع وعلى دورها المحوري والموثوق في التحالفات الدولية في ملف الطاقة يتي ذلك بفضل المكانة المتميزة والتقدير الكبير الذي يحظى به جلالة الملك المعظم من قبل قادة دول الاتحاد الأوروبي جاء ذلك على هامشي مشاركته في جلسات ندوة المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط في المجلس البرلماني بحلف الناتو تحت عنوان احتياجات الطاقة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي